بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى وخنحمد الله سبحانه وتعالى كما حمدته كان خاف نكون مقصرة في الحق دياله لأن لحد الآن الواقع ديال هاد البشارة ما قدرانشي نعبر عني صار حض الله كان حمد الله سبحانه وتعالى حمدا وحد الحمد لله لا نهايته له بالنسبة للخبر كنت أول وحدك اطلق الخبر في المنزل كالعادة كأي ربة بيت كي جيني هاتف عند واحد الصحفية وواحد الأخت جليلة الأستاذة إنصاف كان عندنا لقاء معها أولي كيف كانت نجحت الإبنة ديالي وعملت معانا لقاء وكنت تعرفت عليها سبحان الله غادي جي هاد البشارة على اليد دياله وغادي تعيط لي كما بشرطني بأن ديسكن عندكم وعمرة واحد فرحة واحد الفرحة موين بكيت وفي واحد لحظة بقيت ساكتا ما لقيتش كي بشغل نعبر صار حض الله لأن ما كنتش كانت توقعها بعد تصلت بي أستاذة من طرف الوكالة هي أيضا عاملة بالوكالة ما شاء الله عليهم موين قتلي كان في الشركة عندكم عمره موين قتلي شكرا مزاف وما فكرت كان نصق سيش أسئلة أخرى صافي بسلامة بسلامة هي كتقاتلي أي حاجة حتجتها تصل بنا نحن رهن الإشارة أول وحيد بكيت ساكتا عيّت الزوج ديالي كانوا في الطريق هو والإبنة ديالي كانوا صبح الله ماشين متسجلوا فكل يستطيب الحمد لله شكرا للا تقبلت فيها في طنجة مجين في الطريق مقدرتين صبار حتى يوصلوا بلاطلوا الخبر ففتقهما مجين في الطريق وصبح الله قبل ما تجي هذه الفشارة هذه كنتسمع شي واحد مشان العمر كنت دمعيني صبح الله وللحج عيني كي دمعه ولي كان قوله يقول لي صبح الله هذه كانت بادي رد الخير يعني ربي كان كيف الشرك أنني مجل شي حاجة في الطريق مزيونة والحمد لله والشكر لله حسنتي شي حاجة حسنتي شي حاجة الحلم هو الإبنة سبحان الله ما وصل ما وصل زوج ديالي بقين دخلي في الباب يقول لي كيف هش هو هو ناس يقول لي أنني أتكلم مع أبه وقد قل أنني أتكلم وقد قل أنني أتكلم محمد أريد أن أكمل أنني أريد أن أقول شي حاجة أريد أن أقول شي حاجة وقد قلت أنني أتكلم أنني أعدم أنني أتكلم إن أتكلم أيها من المرحة لقد أتكلم عطل كانت عيطت له وعرفت ان كان شي حاجة يا قتلوا شي حاجة مكشي ممتعي طيدة بدون سبب وحسيت شي حاجة زعمه وقتلوا زعماش نيكاين جواق اللي راجلتنا لعمرة انا ديك ساعة قتلوا شو تسوا ديكا ايضا قلنا قتلوا بصاعد ما ما فرحت يعني طبعا بطبيعة الحال فرحت يعني فرحة كبيرة بالزاب بالحق ما فرحت توسط نظر انا دائما كان عندي دك تفكر انني نقرأ باش من بعد يعني ننصافر انو وليدية وزعمن نستمتعو وكل شي حق ما كنت متوقع انه زعم من دابة زعم ما شاء الله نشبر البكالورية غادي ننقدر ننصافر وهي دا يعني كنت كان قول زعم تنتخرج تنخدم تأديها بالحق الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه ازمعين كيف ستلقيت الخبار بكل صراحة بكل صدق كنت متعب انا دوجنا واحد صيف اللي في صفر كتير فتاعة في ارهاق لبنت ديالي رؤى ولا ليلي مهم شنا كنت تعرف المباريات والضغط ديالهم والضغط النفسي وهذه وكان سبحان الله العظيم اخر نهار هو النهار اللي نقدر نقول النهار ديال تتويج ديال هذه المباريات ككل أنها كانت تقابلت في كليا الطيب والحلم ديال اللي كانت دائما كانت تتعالي له فانوضنا ذاك الصباح بكري خسنا نكون فتعود الصباح في الكلية مهم شينا للكلية مهم عمنا ذاك الإجراءات ديال تشجيل سجلنا راجعين فحنا راجع متعب بكل ما تحمل كلمة من معاني التعب وقالت في سيارات الأجرة وقدامي بنتي مهم شويش كتعيط جوجة ديالي فاطمة الزهر فاش عيطت قتلي نقول لك راح الخابر لايش معنا خبار خير قتلي راه جتنا العمرة وهذه وقتي بكل صراحة في ذاك اللحظة ما استوعبتش الأمر كيف حصلت هذا العمرة وهذه مهم قتله وخم مهم من بعد ومن بعد أبقيت شاكريتي مهم من بعد وانا ما شفتها كان نحاول نستوعب الأمر كان حاول نفهم هده 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 نضعف سياق دياله ياهد هذه العمرة كان كانت تبت راسي يرد هذه العمراء هذه زيارات قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زيارات بيت الله وأكد قلت لها بصنو قلت لها باللاتين مع ما قلت لها ولو تعالت قريبا قربنا على تيتوان قلت لها بابا جاءتنا العمراء هي بغت تشعق مع التكسي مع هذه مهمة أبصع قلت لها العالم و هذه قلت لها بدا مهم أعود رام بدون جاء لأنه معنا تشاشي واحد ما عنده الباسبول لأنه في ذلك خمسة تقايق قبل ما نقول لا كنت كانت سوعب هات الشي وكانت ضرب الحسابات وكيف أشحادي نعملوا لا ورشتنا وحل فرصة مختشين لا طبعا ما يمكن شدها درا ماشية درا ومن المناسبة من المناسبة نقول لك واحد وحل حالي توقعت لقبل كنت هنا و ومع العائلة فاطمة الزهرة ومع الزوج الأخت وهو مصري ومقيم بسعودية قلي أخرى ما كتفكر شي تعمل العمرة قتلوا صعبة قلي علاش وقتلوا فيها مصارف كثيرة وهذه ومعهم من سينكتعرف ذاك المصارف وهذه قلي وقتلوا صعبة 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 ومع كان معي النصيب ديالي للأب ديال الشوزة ديالي وقلوا الثامن هفاش ممكن تمشي وهذه وقلت له بالحق نقول لك وهذا حتى إذا كنا من الملبين فالله سبحانه وتعالى سهل الأمر ستقريبا أسبوع قبل ما نجي الخبر بهذا المناسبة بهذا الخبر هذا فلذلك هذه المبادرة أول حاجة اللي يخصني من سهاشي وانا في إطار الصعبة بهذا الخبر هذا وانا نتقدم بالشكر للأساعد السيد فهد فايد الوذناني اللي هو ربما المدير العام أو صاحب شركة إلياتور فأنا كان ترجع له برسالة خاصة من القلب أقول له شكرا بزب بزب شكرا بزب بالمغربية بزب بالمغربية بزب بزب هذه المبادرة أنا كانت منها وكانت ترجع من وطبعا هذا التماس كان التامس وكانت تقدم به بالنيابة على جميع الآباء ذي التلاميين المتفوقين على أنه سن يحافظ عليها راه الفرح اللي كتدخل على الآباء والفرح اللي ما عنده شي جزاء إلا الله سبحانه وتعالي جزاء بها فلو منا كل الشكر كل الدعوة كل الدعوات الخيرة وكل المتمنيات أنه الله سبحانه وتعالي جزاء لها الجزاء اللي كيشوف الله طبعا إذا ما أقول لك أنتغيلتي هل تمشي أسرك لا أبدا أنا قلت لك أنا أنا قلت لك القصة ديالي كانت تكلم مع النصيب ديالي فما كونش وكنش كنقول بعض المرات الأبديالي كان معلم كونش كنقول الأبديالي مشان نلحج في إطار ذك البيعتار الرسمية ديال المعلمين أنا ما ما كنظل شي غن شي لأن نحنا في القطاع الخاص هذي كين صعوبات كتير مصعوبات بس بس تحقق هذي الحلم هذا الحزة الوحيدة اللي نقدر نقول والحمد الله ربي سبحانه وتعال راضي علينا هذا هو اللي الحزة اللي كانت فكار كانت فكار داك الأغنية ديال الملك ثم دعاني لبيته لحد ببيته ولما تزلى لي بالدم ناقج فالحمد لله والشكر لله أستاذ فايد شكرا لك من القلب الشعار في الحياة ديال اللي دائما كان نرد مع راسي وكان قل هو وأملي أن يرضى الله عني هذا هو الشعار اللي يعيش به أنا في الحياة ديال حين كتجي هذ العمر ف هو بإشارة من الله سبحانه وتعالى أنه إن شاء الله يكون ربي سبحانه وتعالى راضي علينا وحنا ما كان نعمل شي شي حاجة بأن نقول بكل وضوح بكل صراحة نحن مقصرون في حق الله سبحانه وتعالى وهو يعطي بدوني حدود يعطي بدوني حدود رؤى نعمة شي محمد نعمة فاطمة الظهرة نعمة سبحانه وتعالى مع الناس رصيدة في البنك بير ولكن عنا رصيد في القلب دينا عامر بالحب لله ولعباد الله هذا هو الحزن الوحيد اللي عنا لن نتمنى إلا الخير للجميع لأ هدي أول مرة كان حلم بهذه الحلام حلمت بأن أنا ما عرفت هيدا كنا في طيارة مورا هكذا هيدا الهتيز كان نشوف الأرض كانش برد وصلنا الأرض كان نشوف الناس نزلوا نزلنا نايا ياك ودخلنا من الأوتيل ياك دخلنا الأوتيل كان فتح الشرجم كان جبار مكة كان دور هيدا كان جبار بابا ساجد ساجد على هيدا ساجد ساجد ولتا ماما واختي يعني حلمت كل شي كل شي وانا دعنا كل ساجد وصف هيدا مراه سمعت ماما قد الدار مع بابا قد 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 مكة قلت ماما ماما أنا حلم صغير بارح بأن كذا وكذا وكذا وصف وبدأ تقول لا إله الله سحان الله أكيد مادم الله سبحان وطع إن شاء الله كتبنا هذا العمر إلى ويكون راضي علينا كانت من نا وكانت من الجامع يزور المقام وكانت من الأب والأمهات أن أوليداتهم يفرحوهم يفرحوا معهم أيضا أود تقدم بالشكر لموقع تنجاوي وأستاذ إنصاف طبعا حتى هي التي تلاقينا من طرف هذا الخبر هذا أيضا كنا بغير نتقدم الشكر وكالة إلياتوغ صاحب الوكالة أيضا الأستاذ فهد فايز الوذيناني والمدير دي محمد العالمي أيضا أستاذ نعمة أستاذ فرد وسكن تقدم الشكر لكم كامل بكم أي واحد يشغل في الوكالة وإن أي واحد يجعل الحلم حقيقة السلام عليكم معكم نعمة من أجنس إلياتوغ ديال تانجا بالنسبة للأجنس ديال التي تتواجد في تانجا وفي رباط وفي كازا ومراكش عدنا أربعة ديال بالنسبة للفكرة هذي الفكرة ديال مول الأجنس السيد فهد فايز الودياني جاتوا هذي الفكرة باش يحفز الحاصلين على الرتب الأولى في المملكة وفي نفس الوقت باش يحفز حتى الناس آخرين اللي باقي كيقرأوا الوليدات آخرين اللي باقي كيقرأوا هكا باش يجتهدوا كثير حتى هما وإن شاء الله يا ربي ما غتكونش هذي هذي الجائزة الوحيدة اللي كينا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد